ثم يقول المرنم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر فالمسيح بشجعنا على السؤال وعلى الطلب وعلى القرع أيضا السؤال عادة شيء محدد تطلب شيء محدد الطلب هو البحث عن شيء لربما مش موجود لكن القرع هو الحاح واللجاجة والاستمرار في الطلب وعم بيخدنا بيتكلم لرعاية الملكوت بيخدنا في صيغة أعمق أنه نسأل نطلب ونقرع أيضا قال يسوع إلى الآن لم تطلبوا شيئا أطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا من ناحية هاجم المسيح مظاهر التدين الخارجي الصلاة اللي بتظهر للناس لكن من ناحية تاني بطالبنا بالصلاة لأنه المفروض رعاية الملكوت عندهم الروح القدس وعندهم العمق الروحي يعرفون أن يميزوا وأن يطلبوا بحكمة أيضا فالقرع هو أن نستمر بلا جاجة تذكر أن الله يعلم احتياجاتنا حتى قبل ما نطلبها من هذه الآية منشوف أنه المسيح بعلمنا أنه في عنا علاقة مميزة مع الآب وهي العلاقة أنه فيها وحدة وفيها شركة وهي صلة فالصلاة هي صلة أنت بتتواصل مع الآب الحي المسيح علمنا الصلاة ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل ثم بيكمل بيتكلم أفلا ينصف الله مختاري الذين يصرخون إليه نهارا وليلا نعم إنه ينصف والرسول بولوس علمنا أن نصلي بلا انقطاع فحياة المؤمن تصبح علاقة حية شركة بتصير الصلاة شركة شيء طبيعي في حياتك لأنه أنت تريد أن تصر قلب الآب ولأنك أنت بتحب الرب فأنت بتطلب بحسب مشيئة الآب لأنه قال يسوع كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد تطلبونني تجدونني إذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم ومن يقرع بيعطي تأكيد الاستجابة واللجاجة أنه الله رح يتجاوب معنا ثم بيكمل يعني الإبن إذا طلب من أبوه رغيف خبز أفيعطي حجر وتذكر إنه الشيطان لما جرب المسيح طلب إنه يحول الحجارة إلى خبز فكثير من الحجارة هنا تشبه الخبز وبعدين إذا طلب سمكي أيعطي حية في سمك بيشبه الحي لهو الإيل هذا النوع من السمك اللي بيشبه معقول تعطي ابنك شيء سام فكم بالحارة الله يهب الخيرات طالما الآب البشر بيعطي الخيرات فكم بالحارة الآب السماوي يعطي خيرات ويهب عطايا جيدة ويعطينا الروح القدس عندما نطلب ترجمة نانسي قنقر